تتواصل المساعي للحد من سيطرة حركة طالبان على أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بعد أن نجحت الحركة في التمدد بسرعة كبيرة بالتزامن مع تسارع وطيرة انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من هناك وزير الدفاع الأمريكي شدد على أن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء تقدم حركة طالبان تمدد الحركة وسيطرتها على 90% من الحدود الأفغانية آثار المخاوف الأمنية في دول الجوار وبعد فشل الوساطة الدولية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هل تنجح الاستراتيجية الأمريكية في دعم الجيش الأفغاني للتصدي لتمدد الحركة؟ يستعد الجيش الأمريكي لإنهاء مهمته العسكرية في أفغانستان خلال شهر ونصف الشهر تقريبا لكن ذلك الخروج يبدو خطوة متسرعة وفق مراقبين نظرا لتبعاته على تطورات الأوضاع الأمنية والميدانية فمنذ أعلن الجيش الأمريكي قراره الانسحاب كثف الطالبان هجمتها ووسعت الحركة سيطرتها لتشمل أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية ومعابر حدودية أساسية زخم لا بد من وقفه وفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنهم يعززون قواتهم حول المركز السكانية الرئيسية فيما يتعلق بما إذا كانت القوات الأفغانية ستوقف طالبان أم لا أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء زخم طالبان ثم وضع أنفسهم في وضع يسمح لهم باستعادة الأراضي التي فقدوها في المعارك من خلال تواصل مع القيادة الأفغانية أعتقد أن لديهم القدرة والإمكانيات لإحراز التقدم ونتطلع لما سيحققونه على الأرض لوقف زحف طالبان سنرى ما سيحدث تثير سيطرة طالبان السريعة على الأراضي قلق الأفغان وكشفت عن ضعف الاستراتيجية العسكرية للجيش وتخبطه في المواجهة لكن الولايات المتحدة التي دعمت هذا الجيش بالعتاد والتدريب قالت إنه يعيد النظر باستراتيجيته الحربية استراتيجية تركز في المرحلة الراهنة على حماية المناطق الأكثر أهمية والمدن الرئيسية والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية نرحب بضيوفنا من كابل الدبلوماسية السابقة دكتور فضل الله ممتاز سنضم إلى من موسكو المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا ومن واشنطن سنضم إلى الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية كريستل نايت أهلا بكم أبدأ معك هذا الحوار سيد ممتاز إذن الحديث الأمريكي الآن والأفغاني هو لإبطاء تمدد حركة طالبان في مناطق أخرى وجديدة وليس القضاء عليها ماذا يعني هذا الكلام سيد ممتاز؟ تحية طيبة وبات في الحقيقة هناك نو من الإبحام حول اتفاقية التي تمت بين أمريكان وبين تاليبان وفي نفس الوقت هناك اتفاقية تنص أن تاليبان لا يهجمون المدن الكبرى معنى ذلك أن الدول أخضر لباقي مناطق هذا من جهة من جهة أخرى يعني عادة معروفة في استلاحات الأسكرية أن أول شيء تكون هناك وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك تبدأ مفاوضات الآن نحن تمت مفاوضات وتم إتفاقية ولكن دون وقف إطلاق النار هذا ثالثا هناك يقولون وأكيد ليس مسألة بصيغته يقولون بتأكيد هناك ملحقات أو ملحقيات للإتفاقية التي تمت بين أمريكان وبين تاليبان ولا يدري أحد من هذه الملحقيات التي موجود فيها ما هي الملحقيات التي موجودة فيها حتى حكومة أفغانية لا تدري رئيس الأفغاني قال أنا فجأت بإتفاقية الأمريكان والتاليبان ما كنت أدري بحيث كان مفاجئة لتاريخ الخروج وانسحاب القوات الأمريكية هذا من جهة من جهة الأخرى في نفس الوقت الجيش الأفغاني ليس بمعنى الحقيقي ليس جيش إبارة مرتزقة خلال هذه 20 سنة لم يكن هناك تركيز على البناء الجيش على الشكل الأسكري أو على أسلوب التقنية دقيقة بحيث هناك يكون بمعنى كلمة أن يكون هناك تركيز على 20 سنة لم يكن ركز الموضوع حتى العدد الذي كان الجيش الأفغاني أول شي كانوا قالوا 70 ألف بعد ذلك 100 ألف هناك كانت اختلافات عميقة نعم سيد ممتز بين الأفغان وبين الأمريكان سنعود إلى بعض هذه النقاط معك دعني أذهب إلى سيدة كريستل نايت في واشنطن سيدة كريستل يعني بعد 20 عاما من الحرب كلفت دافعي الضرائب الأمريكية نحو 2 تريليون دولار الولايات المتحدة تنسحب يعني إلى أي مدى رهان الولايات المتحدة على الجيش الأفغاني في مهمة يقول الكثيرون بأنها فشلت فيها إلى أي مدى هذا الرهان في محله الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي طبعا علينا أن نخرج من أفغانستان علينا أن نترك للأفغان الفرصة لحكم أنفسهم ولا يمكن أن نقوم بذلك إذا كان هناك حضور دائم هناك إذن علينا أن ننسحب ونسمح للشعب ليحكم نفسه خلال السنوات العشرين الماضية رأينا حربا بين القوات الأمريكية وطالبان والتي طبعا مبدئيا كنا ندعمها ولكن دعمنا أيضا الحكومة الأفغانية وما هو مهم لنا بالنسبة إلينا اليوم هو أن نضمن بأننا سنستمر في الدعم الإقليمي والدعم الدولي من دون أن يكون هناك حضور للجنود الأمريكيين نحن لن نسمح للحكومات بأن طبعا لا يمكن أن نسمح بأن يكون نفوذنا دائما وحضورنا دائما هناك هذا أحد أهم الأشياء التي أعلن عنها الرئيس بايدن ووزارة الدفاع قالت أيضا هذا الأمر كما أننا طبعا عقدنا اتفاقا أو أننا نبارك الاتفاق وكان هناك اتفاق بيننا وبين طالبان في الدوحة وطبعا من دون أن يكون حضور لنا هناك كما قلت أعتقد بأن هذا هو أهم شيء هو أن نستمر في تقديم أي دعم يحتاجونه أقصد الحكومة ولكن ليفهموا أيضا بأن عشرين سنة وقت طويل هذا يعتبر نصف حياتي تقريبا طبعا علينا كما قلت أن نسحب ونعطي الأفغان الفرصة لحكم أنفسهم سيدة سوبونينا بعد فشل الوساطة الدولية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ما الخيارات الروسية فيما يتعلق بالأمن والسلام في أفغانستان نهاركم سعيد الوساطة الدولية لم تفشل بشكل كامل حتى الآن هذه الجهود مستمرة وعلى كله هناك نوع من الحوار ما بين طالبان وحكومة أفغانستان فهذه الجهود لم تفشل ولكن الوجود الأمريكي قد فشل ونتائج هذا الوجود هي مكة صراحة فأمريكا تنسحب بشكل خجول من أفغانستان بدون ما تحقق أهدافها هناك والسؤال إذا كانت أمريكا تفكر بأن على الشعب الأفغاني أن يحدد مصيرها فلماذا لم تنسحب قبل لماذا لم تفعل ذلك قبل لأنها كانت تأمل بأن وجودها ممكن أن تحضر بنتائج أفضل الآن يوجد الفهم بأن هذا الوجود هو بدون أي استراتيجية محددة فهم ينسحبون تركا هذه البلاد لنوع من الفوضى وهذا ما يقلق روسيا وهذا ما يقلق بلاد مجاورة لأفغانستان خاصة تاجيكستان سيد ممتاز إلى أي مدى تعتقد بأن الوساطة الدولية يمكن أن تفضي إلى نتيجة قد تعود خيرا لأفغانستان السيدة صوبونينا تقول بأنها مستمرة ولم تفشل بعد في الحقيقة من ناحية الشكلية من ناحية أخلاقية نستطيع أن نقول ربما هناك جهود دولية وإقليمية حول مفاوضات التي تجري في دوها بين التاليبان وبين حكومة الأفغانية بواسطة الأمريكية ولكن في الأرض الواقع هنا شعب الأفغاني أبداً لا يعتقدون نهائياً أنه تنجح هذه وساطة دولية لأن حقيقة هذه اتفاقية قبل أن تنفذ كما يقولون مات ميت يعني ولد ميتاً كيف يمكن أن تتم إتفاقية بين أمريكان وبين التاليبان دون وقف إطلاق النار ما هي نتأيجل هذه اتفاقية التي تمت بين أمريكان وبين التاليبان ألا فقط هناك مسألة خروج وانسحاب القوات الأمريكية وكذلك ضمان من قبل التاليبان أن أفغانستان لا تكون منتلق مجال الفعاليات أو النشاطات القائدة أو دائش مثل هذا غير ذلك هناك لا يوجد أي شيء واضح حول هذه اتفاقية حتى الآن أنتم سميتم هناك خارطة طريق مستقبلية للشعب الأفغانستان من ناحية الإدارية حول موضوع تشكيل حكومة مستقبل الشعب الأفغاني مستقبل حكم مثل هذا كل هذه الأمور تجعل الشعب الأفغاني أن يكون في قلقة الآن حالياً مسير حتى مسؤولين للأفغانستان ولكن يا سيد ممتاز سيد ممتاز استمعت لما قالته السيدة كريستل نايت بأن الولايات المتحدة أعطت الآن للأفغان فرصة حكم أنفسهم بأنفسهم كيف تنظر إلى هذا التفسير لهذا الخروج من أفغانستان يا سيدتي هذا ممكن من ناحية الكلام وممكن من ناحية إعلامية اللي يكون لها السادة هذا كلام جميل جداً ولكن في أرض الواقع قلتم حل أمريكان لما جاءوا إلى أفغانستان رفعوا شعار قضاء على المخدرات أنتم تعرفون الآن 80% الأفيون وحيريون كذلك المخدرات تسدر من أفغانستان هذا واضح ماذاً قبل مجيئة الأمريكان كانت مثالة صفر قضية المخدرات ولكن حالياً قلت 80% تسدر المخدرات من أفغانستان أليس كذلك قالوا أنه يتم قضاء على الإرحابين الآن هناك واحد وشرين جماعة مخالفة موجودة جماعة مناوية للأمريكا أو لأفغانستان في أفغانستان ما تم شيء ثابقاً هناك أمريكان موجودة تارباً للسحب نهائياً من مدر يعني الأهداف الأمريكية لم تتحقق دعني أذب إلى السيدة كريستل نايت أبداً لم تتحقق طيب إذن الأهداف الأمريكية سيدة نايت لم تتحقق في أفغانستان على مدى عشرين عاماً على الرغم من المبلغ الكبير الذي تم صرفه من قبل دافعي الضرائب كما كنت أذكر قبل قليل 2 تريليون دولار أمريكي فيما يتعلق بهذه الحرب كيف سيحكم الأفغان أنفسهم مع هذه المؤسسات الضعيفة بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الهيكلية بالإضافة إلى انعدام الأمن بالإضافة أيضاً إلى سيطرة طالبان على مناطق عديدة في أفغانستان كيف سيحكم الأفغان أنفسهم كيف سيقوم الجيش الأفغاني باستباب الأمن في أفغانستان سيدة نايت هذا سؤال وجيه جدا أعتقد أنه ما قاله السيد ممتاز بشأن وقف إطلاق النار نعم أنا أتفق معه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى نعرف كيف ستكون الحكومة وتكون هناك مفاوضات وغير ذلك أما بشأن انعدام الاستقرار القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان إذا كانت تخلق مشكلات فلماذا ينبغي على دافع الضرائب الأمريكيين مثلي عليهم تمويل هذه الحرب ولم تكن حربا ناجحة كما كانت تود الحكومة أو تخيلت الحكومة على مدى عشرين عاما أعتقد بأنه علينا أن ننسحب بكل تأكيد حتى هنا الناس منقسمون بشأن مثلا وجودنا هناك ولكن هذا الرئيس اتخذ خطوات شجاعة للانسحاب لأن طبعا انعدام الاستقرار لا يزال هناك ولكن كما قلت نحن سنقدم الدعم ونستمر في تقديمه من خلال الشركاء الإقليميين ومن خلال أيضا المجتمع الدولي ونحن الآن مثلا نقول بأن حضور الأمريكي في أفغانستان لا يساعد وهم يقولون أيضا الانسحاب لا يساعد إذن ما هو الحل؟ الاستراتيجية لبقائنا طبعا لم تكن ناجحة إذن ينبغي بأن يكون الانسحاب مساعدا على ذلك والقوات الأفغانية وطبعا ربما ليست سعيدة بانسحابنا علينا أن نفكر في استراتيجية مختلفة على مدى عشرين عاما كانت لدينا حضور هناك ملموس والبعض يقولون بأن هذا قد ساعد والبعض يقولون بأن هذا جعل الأمور أسوأ ما نفعله الآن هو استراتيجية جديدة ومختلفة بالانسحاب كما قلت وإعطاء الدعم الإقليمي والدولي إلى أفغانستان من دون أن يكون لدينا نفوذ أو تأثير أمريكي في أفغانستان أو في المنطقة أعتقد أنه علينا أن نتريث قليلا فكانت هناك سياسة مختلفة مثلا طبعا للرئيس ترامب ورأينا سياسة مختلفة من الرئيس أوباما والرئيس بوش الذي أدخلنا في هذه الحرب إذن علينا أن نعطي هذه الإدارة نعطيهم الوقت لنرى كيف ستكون فاعلية استراتيجيتها نعم نحن سننسحب ولا نعرف ما إذا كان حين نغادر ستتحسن الأوضاع ولكن بكل تأكيد هناك خطة لدعم الحكومة الأفغانية إقليميا ودوليا أنا لا أقول بأنه لأن هناك عداما للاستقرار سيكون هناك استقرار لاحقا هناك خطة بكل تأكيد موضوع وسنرى ما سيحدث عود إليك سيدة سوبونينا عنف طالبان المتصاعد في أفغانستان في الأشهر الماضية وبغض النظر عن مصير الوسطة الدولية ألن يشكل خطرا كبيرا على عملية السلام التي تودى الولايات المتحدة والوسطة الدولية تحقيقها أكيد أن هناك خطر على الاستقرار الداخلي في أفغانستان ولكن بالنسبة لأمريكا هو مهم استقرار الحكومة في كابل حكومة أشرف غاني كلنا نتذكر مصير القائد الأفغاني السابق نجيبولا تم قتله بعد بضع سنوات من الانسحاب السوفيتي من هذه البلاد وتم قتله وترك جثته مشنوقة في كابل فهذا الهاجس هو موجود ولكن من الضروري أنهم أمريكان أكثر مما هي روسيا لأنه بنسبة لروسيا من الأهم هو أمن الحدود ما بين أفغانستان ودول أخرى خاصة ما بين أفغانستان وتجيكستان لأن تجيكستان هي دولة قريبة من روسيا هي حليف هي عضو اتفاقية الأمن والتعاون لدول ستة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بما فيها روسيا الآن روسيا تجري مناوراتها العسكرية مع تجيكستان وهذا آخداً عند الاعتبار الوضع في أفغانستان روسيا لديها القاعدة العسكرية في تجيكستان وهي معروفة باسم قاعدة مائتين وواحد حسب معلوماتي ستكون هناك مناورات عسكرية إضافية في بداية الشهر القادم شهر أغسطس وهي ستجري في قاعدة تجيكستان المحلية اسمها قاعدة حرب ميدان وهذا أيضاً آخداً بعين الاعتبار الوضع في أفغانستان عودة إلى السيد ممتاز قبل قليل سيد ممتاز تحدثت عن مخاطر صعود جماعات إرهابية بعد سيطرة الطالبان على المشهد يعني كما تعتقد ما الخطر الكامل فيما يتعلق بإمكانية صعود جماعات إرهابية مثل داعش وغيرها؟ في الحقيقة أنا ما قلت ذلك أنه ممكن مستقبلاً هناك أن يكون خطر لجماعات إرهابية أنا قلت في الذل الوجود الأمريكي نشأت هذه الجماعات يعني 21 جماعة أما هناك مسألة تختلف تماماً فيما بعد مسألة تحت سيطرة الطالبان بحيث الطالبان هم تعحدوا بأدم السماح لجماعات باقي جماعات إرهابية كما تسميها أمريكا أو مناوية للأمريكا أو لمسالح الأمريكا أو حلفاء الأمريكيين هذا الذي تعحد به طالبان وكذلك في نفس الوقت أمريكيين ما يقومون به أي عمل حالياً إلا باستشارة الباكستانين وأمريكيين يعرفون تماماً أن الباكستانين لا تأثير على حركة التالبان في نفس الوقت وكذلك هم يعرفون تماماً أن باكستان دمان الوحيد مثلاً للإجبار التالبان ممكن تتخذ بعض القرارات من ناحية أمريكيين متمئنين تماماً أن هذا تعحد الذي تعحد التالبان ممكن ينفذون وتالبان في نفس الوقت الآن هم تعلموا درساً من حكمهم سابقاً بحيث سابقاً كانت هناك علاقاتهم متوترة جداً ما جيران الأفغانستان من دول المنطقة من مسكو إلى تهران وإلى دهلي إلى تجكستان مثل هذا الآن أنتم تعرفون أنهم بدأوا بحملة الألاقات الآمة إذن يا سيد ممتاز إذن يا سيد ممتاز سيد ممتاز هل في هذه الحالة يمكن الاستنتاج بأن أفغانستان على شفى حرب أهلية مرة أخرى بين طالبان وهذه الجماعات المناوئة أو الداعمة للولايات المتحدة بالأحرى ولا شك بذلك هذا يعني كثير من الناس هنا يعتقدون لأنه كما تعرفون أن الطالبان حربهم بدأوا قبل مجيئة الأمريكان إن أمريكان جاء نتيجة للحرب قبل ذلك بخمسة سبع سنوات حركة الطالبان بدأوا حرب الطالبان بدأوا ضد جماعات أخرى مثل المجاهدين سابقين جماعات الأحمد شرم السؤول حكمة يارو وبعد ذلك كذلك شاف الأفغاني ونحن نعتقد أن هذه الحرب كذلك يستمر مع حاولها إن لم يتم هناك نهائيا لذلك أنت تعرف أن الاجتماع التي كانت متلوبة توقت في إستنبول لذلك سيد أردقان قال لما أكون أنا متمئن تماما من نجاح هذه الاجتماع في إستنبول كذلك لا أريد نقادها لأن هناك يكون زمان قوي جدا بحيث تنجح لذلك محتمل جدا جدا أن هناك يكون حروب أهلية وحروب ذات البينية داخل أفغانستان مع جماعات مناوية للطالبان نعم سيد موتا أما جماعات التي جاءت من الأمريكان مثل الأشرف الغاني وبعد الناس آخرين حاولا ينسحبون من الأمريكان ويثابون إلى الأمريكان من حيث جاءوا مع هذا المصير سيدة سوبونين الذي ينتظر أفغانستان حسب وجهة نظر السيد ممتاز بالتأكيد روسيا لن تقف متفرجة على الوضع خصوصا وأن هذا الخطر قد يمتد إلى الدول المجاورة لأفغانستان ما الإجراء الذي يمكن أن تتخذه روسيا وسط تنامي هذه الجماعات الإرهابية في أفغانستان أكيد روسيا لن تقف متفرجة أمام هذا الوضع ولكن من المحسن أن أمريكا تترك أفغانستان في هذه الحالة المكية فروسيا حتى مسبقا عملت كثيرا وهي كانت تأخذ بالحزبان هذا السيناريو على سبيل المثال روسيا تعاونت مع تجيكستان من أجل تقوية حدود هذه البلاد مع أفغانستان روسيا حتى دعمت تجيكستان ماليا وأيضا بعثت هناك خبراءها من أجل تقوية وعمليات البناء المطلوبة على الحدود الآن روسيا تقوم باستعداداتها العسكرية في قاعدتها في تجيكستان أيضا روسيا تسعى الآن للتعاون دؤلي حول هذا الموضوع حتى روسيا مستعدة أن تتعاون مع أمريكان من أجل مكاحة الإرهاب في أفغانستان وضمان نوع من الاستقرار هناك وحسب ما أعرف روسيا سترفع هذا الموضوع في أثناء اجتماعات منظمة شانهاي في شهر أيلول وأنتم تعلمون بأن الصين والهند وباكستان أيضا ستحضر هذه الاجتماعات فهذا يعني روسيا الآن ترفع الشعار التعاون الدؤلي من أجل مستقبل أفغانستان سيدة كريستل وايت الآن هناك تهديد بعودة طالبان إلى ما وصف بحكمها الوحشي الذي ظل سائدا قبل عام 2001 وأن تمارس أمور كما كان يفعل يعني كالجلد وقطع الرأس والإعدام بهذه الطريقة الوحشية ما الذي غيرت الأمريكا حقيقة في أفغانستان يعني إذا كانت هذه المخاوف تعود إلى الواجهة من جديد هذا سؤال وجيه جدا أنا لا أعلم لا أعرف كيف سأرد على هذا إذن ماذا غيرت الحكومة مثلا قدمنا الاستقرار إلى منطقة كانت غير مستقرة أساسا وطبعا هذه معلومة كانت هناك حرب أهلية قبل أن ندخل البلد إذن ما فعلناه هو أن نمتص كل الأراضي التي طبعا كانت تسيطر عليها طالبان وطبعا كان هناك سلام وكان هناك استقرار سيدة كريستل وايت يعني لغاية الآن وقبل الانسحاب الرسمي الأمريكي من أفغانستان 90% من الحدود الأفغانية تسيطر عليها طالبان ثلثاء أفغانستان تسيطر عليه طالبان وما زالت الولايات المتحدة لم تنسحب بشكل رسمي فعن أي حرب أهلية تتحدثين يعني تم إيقافها الأمور تراجعت سيدة كريستل نايت نعم نعم الأمور تدهورت بكل تأكيد لقد وضعنا خططا وقلنا بأننا سنسحب لأننا أعلمنا بخططنا فبدأنا سحب قواتنا وطالبان الآن بدأوا يسيطرون على أراضي كنا نديرها في السابق وهذا ربما كنا نتوقعه ولكن لم نتوقع بأن يتحدث هذا بطريقة سريعة وقوية ولكن هذا يحدث وأعود إلى ما قلته في السابق بأننا بحاجة لأن نسمح للحكومة الأفغانية الموجودة اليوم بأن تجد خطة لما بعد الأمريكيين وكيف سنستمر في دعم تلك الحكومة الموجودة وخطتنا المستقبلية للبلد لسماع مثلا ضيفيك وهما يشتكيان من انسحابنا من دون أن يكون هناك حل أو بديل مناسب هذا طبعا لا يغطي حقيقة بأننا سنساعد وندعم الحكومة الأفغانية وأنا سمعت سيدة سوبولينا تقول بأن لم تقل بأن الروس سيذهبون إلى هناك وسيوفرون الاستقرار إذن هذا طبعا موضوع يمثل تحديا كبيرا والحكومة الأمريكية وضعت خطة استراتيجية وكما قلت سنتبع هذه الخطوة بخطوة شكرا جزيلا لك الخبيرة الاستراتيجية الديموقراطية كريستل نايت في واشنطن أشكر أيضا الدبلوماسي السابق الدكتور فضل الله ممتاز من العاصمة الأفغانية كابل كما كانت معنا إلينا سوبولينا المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية من موسكو شكرا جزيلا لكم